ماجي فرح تفجر بكل ثقة مفاجأة هذه الأبراج الحظ الوفير هيرفقها سنين قدام ودعوتها مستجابة على مدار العام أول حاجة برج الحمل من المتوقع أن يكون العام الجديد جيد للحمل هيشهد تغيرات وفرص جديدة هيدعم جوبيتر برج الحمل في مارس أو ده يعزز موقعه ويحمله فرص عالية جدا هيكون السفر صديق للحمل في العام الجديد خاصة ابتداء من شهر إبريل وهيكون مهر في الأعمال التجارية والصناعية من المتوقع أن يكون أكتوبر ونوفمبر هم الأشهر الأفضل للحمل للجانب العاطفي هيكون العام الجديد الأفضل لبرج الحمل هيتعرف على حب جديد أو لقاء استثنائي من المهم أن يولوا اهتمام خاص بصحتهم أما التور من المتوقع أن يكون العام الجديد عام الخروج من الأزمات لبرج التور يكون برج التور أول الأبراج اللي هتتجاوز الأزمة وتنتهي أزمته في مايو ويتجه مواريد برج التور نحو فرص نجحة وأعمال جديدة وشركات تجارية وترئية نجحة في مجال العمل أو ينتقلوا المركز أقوى في الجانب العاطفي هيواجهوا بعض الصعوبات لكن إن شاء الله يتجاوزوها وينجحوا في حياتهم والنحية الصحية لازم يعني يهتموا لصحتهم وخصوصا ألام المعدة أما الجوزاء توقعت العالمة الفلكية ماجي فرح أن يكون العام الجديد بين الرجاء والشقاء لبرج الجوزاء وممكن يكون العام الجديد جيد لبرج الجوزاء ولكن هيواجه تحديات لما يدخل ساترون برج الحوت تظهر بعض التنقضات والصعوبات المحددة ولكن من المتوقع حدوث تحسنات في مارس يجب على الجوزاء أن يكونوا حذرين ومتطلبين في اختياراتهم العاطفية من ناحية الصحية على الجوزاء أن يهتم بصحته وعدم التهاون بتعب والإرهاق والحفاظ على سلامة أعصابه أما السرطان أنه هيكونوا أكثر انطلاقاً في الحب هيكون سنة جيدة بانتظارهم مع فرص واحتمالات وبداء جديدة بدل من الأعمال السابقة على مواليد السرطان يكونوا حذرين هتكون فيه فرص وتحديات جديدة في انتظارهم لكن بالتركيز والتصميم هيكون اتمكنوا من تحييي نجاحات كبيرة طبعاً كله بإذن الله أما القوس بنمتوقع أن يكون عام الحب المطلق لبرج القوس يجد القوس الحب من النظرة الأولى ولكن لازم يكون حذر متطلب قليلاً في اختياراته العاطفية ولو القوس تزوج هيواجه ممكن أزمة زواجية لكن وهيتخذ قرار مصيري فلازم يبقى حذر وميبقاش متسرع بالنسبة للصحة هيتم علاج أي طارق يحصل له ويبقى فيه دواء اللي هو اللازم للقوس أما الجدي يكون ده عام التغيرات الكبرى للجدي هيواجه الجدي بعض الصعوبات في العمل في الشهور الأولى من العام لكن هيتحسن الوضع بعد كده في شهر مايو هيكون الجدي فرصة كبيرة جداً لكسب الكثير من المال والصراء والشهرة ويبدأ في مشروع جديد أما العلاقات العاطفية للجدي فيه مشاعر قوية ويشهد زواج وولادات وعلاقات مميزة لازم الجدي يكون حذر خلال أشهر الأولى من العام ويعتني بصحته وخصوصاً العضم وعنده فرصة للصراء في صيف عشرين واربعة وعشرين طبعاً دي كلها أبراج وطبعاً لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة